ماذا يقول القرآن للجندر؟ كانت الحلقة الماضية جزءاً أولاً وهذه الحلقة جزء ثاني تحت العنوان نفسه ماذا يقول القرآن للجندر؟ وصلت معكم في جولتي بين آيات الكتاب الكريم في الحلقة الماضية إلى سورة القصص سأستمر في جولتي مع الآيات الكريمة في هذه الحلقة أيضاً سورة الروم الآيات من السابعة بعد العاشرة بعد البسملة إلى الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة وهناك آيات تأتي في السياق نفسه لكن الوقت لا يكفي للحديث عن كل شيء إنما هي ومضاة قرآنية بحسب ظرف هذا البرنامج التلفزيوني تبدأ الآيات في سورة الروم من الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون هذا التسبيح اقترن إلى أمر تكويني فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فالإمساء والإصباح شؤون تكوينية وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون الكلام هو هو هذه شؤون تكوينية نحن نعايشها وهي تمر علينا وتتحكم قوانينها بنا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون وحين تظهرون الإشارة إلى وقت الظهر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون شؤون تكوينية ترتبط بنا ونرتبط بها وتجري قوانينها علينا وليس لنا من خيار في معاندة قوانينها هذه سلطة قوانين التكوين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون بشر كلنا بشر الرجال بشر النساء بشر ليس هناك من تفريق وليس هناك من مميزات تجعل الرجال أعلى درجة من النساء أو تجعل النساء أعلى درجة من الرجال الميزان التقوى الأكرم عند الله يشخص وفقا للتقوى ومن آياته الكلام تكويني مثلما مرت الآيات السابقة لا زال الكلام يجري في شؤون التكوين ومن آياته من آياته التكوينية ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون رجالا ونساء على حد سواء تنتشرون في هذه الأرض فكل ميسر لما خلق له هذه قاعدة الخلق وقانون الخلق كل ميسر لما خلق له سنن الطبيعة وسنن العالم الذي نعيش فيه تكون منسقة بنحو تجري علينا ونتعامل معها وكأنها ليست موجودة هناك سهولة في جريان هذه السنن هناك يسر حتى لو كانت تلك السنن عسيرة إنها تجري من حيث لا نشعر بها ونحن محكومون تحت سطوة سلطتها ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته السورة تتحدث عن آيات تكوينية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إنها منزلة واحدة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إذا ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية الثامنة والعشرين بعد المئة لقد جاءكم ماذا جاءنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذا الرسول جاءنا من أنفسنا قطعا المقام هنا له خصائصه لكن التعابير هي هي لقد جاءكم رسول من أنفسكم من نفس المنزلة التي أنتم فيها كي يتواصل معكم إنها المنزلة البشرية محمد وآل محمد تعاملوا معنا وفقا للمنزلة البشرية هناك الوجه البشري لمحمد صلى الله عليه وآله وهناك الوجه الربوبي الوجه الإلهي هو تعامل معنا عبر الوجه البشري والآية تشير إلى هذا المعنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم قلت هناك حيثيات ولولا الحيثيات لبطلت الحكمة كما يقول الحكماء ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من المرتبة نفسها من الطينة نفسها من الجبلة نفسها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لماذا لتسكنوا إليها وهذا هو جوهر البناء الأسري الجندر بعلمه بفلسفته بقوانينه بشرعته الدولية بكل ما يرتبط به خلاصة خلاصة ما يصل إليه أن يدمر هذا المضمون الذي تتحدث عنه الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها هذه السكينة التي نسيج الأسرة لا يتحقق إلا من خلالها هناك قضية ربما لا يشار إليها بأسلوب علمي لكن الناس يعرفونها عماد الأسرة المرأة الأم الزوجة عماد الأسرة حين يغيب الزوج حين يغيب الأب عن الأسرة سيترك فراغا ولكن حين تغيب الأم حين تغيب الزوجة عن البيت تترك فراغا كبيرا جدا تترك فراغا وتترك وحشة واضحة جدا هذا الأمر يتلمسه الجميع ربما لا يتحدثون عنه لكن الحقيقة هي هذه حينما يموت الوالد لا تتفكك الأسرة مع وجود الوالد ولكن حينما تموت الوالدة فهناك احتمالات كبيرة أن تتفكك الأسرة مع وجود الوالد نبينا حين قال لهذا السائل الذي سأله عن الأولوية في البر فماذا قال له نبينا صلى الله عليه وآله قال له أمك وكررها ثانية أمك وكررها ثالثة أمك هذا الكلام لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله جزافا أو لموقف عاطفي نحن 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 نتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله نتحدث عن وجه الله عن باب التشريع الإلهي وعن الحكمة كلها إنه يشير إلى هذا المضمون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها هذه عملية تكوينية إذا نشأت الأسرة ونشأ الزواج وفقا للموازين الصحيحة تكوينيا يتحقق هذا المعنى الآيات تكوينية هنا السياق في كل الآيات تكويني ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا في الطبيعة البشرية هذا المضمون موجود هناك جزء منه عند الرجل وجزء منه عند المرأة إذا ما تواصل هذا الجزء من الرجل مع هذا الجزء من المرأة حدثت السكينة ماذا نقرأ في سورة التوبة في الآية الثالثة بعد المئة خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصلي وصلي عليهم على الرجال والنساء وصلي عليهم إن صلاتك سكن له والله سميع علي هناك سكن محمدي سكن نبوي للرجال والنساء على حد سواء هذه الآية تخبرنا عنه خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن له والله سميع علي هذه السكينة سكينة فردية يصلي محمد صلى الله عليه وآله على المؤمن على المؤمنة فتكون السكينة نازلة على المؤمن على المؤمنة على حد سواء هذه سكينة محمدية نبوية لكنها فردية أما السكينة هنا في هذه الآية هذه سكينة أسرية تنعكس ابتداء على الزوج حينما تنعكس السكينة على الزوج ستنعكس على الأسرة كلها نقرأ في سورة الأعراف في الآية التاسعة والثمانين بعد المئة بعد البسملة هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وماذا بعد ليسكن إليها هو الذي خلقكم من نفس واحد وجعل منها زوجها ليسكن إليها كما قلت قبل قليل هذه المعاني لا تتحقق على أرض الواقع ما لم تنشأ الأسرة نشأة صحيحة ولن تستطيع الأسرة أن تنشأ نشأة صحيحة من دون مجتمع يوفر لها أسباب التنشأة الصحيحة ومن هنا فإننا لا نستطيع أن نتصور مجتمعا سليما من دون أسر سليما ولا نستطيع أن نتصور أسرة سليمة من دون مجتمع يوفر لها الأسباب التي تجعلها أسرة سليمة هذا الجندر يريد أن يدمر كل هذا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وماذا بعد بعد السكينة ما الذي يكون تتفرع هذه العلائق وجعل بينكم مودة ورحمة وهذه أمور أسبابها تكوينية فمثلما تقول الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ماذا يترتب على هذه المنظومة الخلقية هذه أثار تكوينية خلقية لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذه المودة والرحمة لم تنشأ بسبب الزوج ولم تنشأ بسبب الزوجة وإنما بسبب المنظومة الصحيحة هذه سنة تكوينية ما هي بسنة اجتماعية يصنعها المجتمع هذه قضية تكوينية لكنها لا تتحقق من نحو الصحيح ما لم تكون السياقات الأسرية سليمة وصحيحة فحينئذ سيكون البناء بهذه الطريقة وهذا البناء يتناقض بدرجة كاملة مع البناء الجندري الذي يبنى على الحقوق والواجبات فهذا حقي أنا الزوج وذلك حق الزوجة وهذا واجبي أنا الزوج وذلك واجب الزوجة وإنني أأخذ حقي على أي حال مهما كانت الظروف الأسرية ومهما كانت ظروف الزوجة وأقوم بواجبي فقط ولا أتجاوز واجبي حتى لو كانت الأسرة بحاجة إلى التضحية حتى لو كانت الزوجة بحاجة إلى إثار من زوجها التضحية والإثار والتواصل الإنساني لا يتحقق تحت قاعدة الحقوق والواجبات هذه القاعدة يعمل بها بين الحكام والشعوب هذه القاعدة يعمل بها بين المؤسسات الاجتماعية التي ترتبط بالحكومات على المستوى الأسري القاعدة هذه التي تتحدث هذه الآية عنها إنها السكينة والتي يترتب عليها بعد ذلك المودة والرحمة حتى لو كانت في أدنى درجاتها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها هذه عبارة السكينة وهذا التأليف في الحروف ما بين السين المهموسة وبين رنين النون في آخر الكلمة هذه الكلمة لها إقاع مؤثر على مسمع الإنسان وعلى أوتاره النفسية السكينة هذه الكلمة لها تأثير واضح للذي يعبأ بأصوات الحروف وإيقاع الكلمات وللذي يدرك أسرار تركيب الألفاظ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ثم ماذا تقول الآية إن في ذلك لآيات لآيات تكوينية لقوم يتفكرون هذه آيات تكوينية حينما تأتي قوانين الجندر كي ترتب لنا برنامجا آخر إنها تعاند سنن التكوين هذه سنن التكوين اللطيفة التي تجري علينا ونحن لا نشعر بجريانها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وتستمر الآيات ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هذا الكلام يجري على الرجال والنساء على حد سواء ومن آياته خلق السماوات والأرض علاقة الرجال بخلق السماوات والأرض هي هي علاقة النساء وما سخر للرجال من السماوات والأرض سخر للنساء أيضا وما سخر للنساء سخر للرجال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم هذه القوانين تجري بمستوى واحد على الرجال والنساء إن في ذلك لآيات للعالمين وهؤلاء العالمون يكونون تارة من الرجال وأخرى من النساء وثالثة من الرجال والنساء معا وفي كل الأحوال المستوى واحد إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله هل هناك من فارق بين الرجال والنساء في هذا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هذه الآيات لمن كان سامعا الرجال يسمعون والنساء كذلك وتستمر هذه الآيات بالحديث في هذا الاتجاه إلى الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة وحتى ما يأتي من الآيات بعدها لكنني أرى الوقت يجري سريعا فأكتفي بالذي ذكرته بخصوص ما جاء في مجموعة هذه الآيات الكريمة عودوا وتدبروا وتدبروا في الآية الحادية والعشرين بعد البسملة من سورة الروم تدبروا فيها وتذكروا الإشارات السريعة والومضات الخاطفة التي ذكرتها لكم قبل قليل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذه المضامين بحاجة أن نقف عندها الله يريد منا هذا لقوم يتفكرون من سورة الروم إلى سورة الزمر وإلى الآية السادسة بعد البسملة خلقكم من نفس واحدة تلحظون أن الآيات تصر على هذه الحقيقة من نفس واحدة من طينة واحدة من مرتبة واحدة خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها من نفس المرتبة وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم رجالا ونساء يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث هل يختلف خلق الرجل عن خلق المرأة بحسب هذه الآية وبحسب الواقع وبحسب الواقع خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الآية تشير إلى نظام الزوجية في هذا العالم لا أريد أن أقف عند هذه النقطة خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون ذلكم الله ربكم له الملك العلاقة متساوية مع ربنا مع مالكنا علاقة الرجال به وعلاقة النساء به الآية واضحة وواضحة جدا وصريحة جدا من أن مناشئ الرجال والنساء واحدة من أن منازل الرجال والنساء بعد الولادة واحدة الدليل العلاقة مع الرب واحدة كيف تكون العلاقة مع الرب واحدة إن لم تكن المناشئ واحدة إن لم تكن المنازل واحدة المناشئ قبل الولادة والمنازل بعد الولادة الآية واضحة خلقكم من نفس واحدة هذا القانون ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وعلاقة الرجل بالأنعام وعلاقة المرأة كذلك واحدة من جهة المنافع والمضار مناشئ الخلقة واحدة يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم العلاقة واحدة المنشأ واحد المنازل واحدة بعد الولادة والعلاقة مع الرب واحدة فأين الفوارق القرآنية بين الرجال والنساء ومن هنا حينما تنتفي الفوارق سينتفي التنقيص وينتفي التوهين تلكم الروايات تتحدث في حالة استثنائية وسيبين لنا القرآن هذه الحقيقة من خلال التنقل بين سوره الكريمة من سورة الزمر إلى سورة غافر إلى الآية الأربعين بعد البسملة من سورة غافر من عمل من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها أكان رجلاً أم كان امرأة هذا العامل أكان رجلاً أم كان امرأة على حد سواء من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ثم يأتي التفسير ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب هذا القانون موجود على طول هذا الكتاب الكريم هذا المضمون مر علينا في العديد من الآيات في الحلقة الماضية ولا زال يتكرر ولا زال القرآن يؤكد هذه الحقيقة من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها رجالاً وانهساء لكن التفصيل يأتي في الشطر الثاني من الآية ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب أين التنقيص أين التوين وماذا نقرأ أيضاً إنها الآية التاسعة والأربعون بعد البسملة من سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور الآية واضحة جداً 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 لله ملك السماوات والأرض هذه بديهية عقائدية واضحة عندنا يخلق ما يشاء وهذه بديهية أخرى يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور الخلق واحد المشيئة واحدة والهبة واحدة غاية الأمر أن هذا يتصور ذكراً وهذا المخلوق يتصور أنثاً المشيئة واحدة والخلقة واحدة والهبة واحدة لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ليس هناك من انتقاص من نقيصة ليس هناك من توهين نذهب إلى فاصل هذه لقطة مهمة جداً إنها إنها سورة الزخرف الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله وأن الملائكة إناث وإذا بشر أحدهم الكلام هنا بنحو مباشر عن الأعراب عن الثقافة الأعرابية في جزيرة العرب وهذا الأمر ليس خاصاً بالعرب لكن الحديث بنحو مباشر عن عرب الجزيرة فهذا الأمر موجود في الأمم والشعوب الأخرى أيضاً ولربما يكون في شعوب أخرى بنحو أسوأ لكننا نتحدث هنا عن الآية التي تخاطب وتتحدث عن العرب وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً قيل له بأن زوجتك قد أنجبت بنتاً وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ظل وجهه مسوداً وهو كظيم الآية تتحدث عن الموقف السيء لهذا الرجل الذي بشر أخبر بأن زوجته قد أنجبت بنتاً فهذا هو حاله الآية التي تأتي بعد هذه الآية أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هذا هو منطقهم المنطق العربي ويمكن أن يكون منطق هنا أيضاً إذا كانت هذه الظروف هي الظروف التي يعيش فيها الناس لكن القرآن لا يأخذ القرار بهذه الصيغة القرآن يتحدث هنا عن الواقع الموجود أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ينشأ في الحلية هذا التعبير تعبير كنائي يعني أن المرأة تنشأ في ظروف وضمن أعراف لا تجعلها قادرة حينما تكون ناضجة جسديا وعقليا من الجهة التكوينية لا تكون قادرة على أن تفصح عن رأيها لا تكون قادرة على أن تدافع عن حقها لا تكون قادرة على أن تدخل في مناقشة في مجادلة لا تستطيع أن تعبر عن رأيها ولا تمتلك معلومات تستطيع من خلالها أن تقول وأن تقول وتقول هذه حالة مردها إلى البيئة مردها إلى المجتمع مردها إلى التربية الأسرية مردها إلى الأعراف أضرب لكم مثالا واقعيا قارنوا بين اللقاءات التي تحدث في الشارع وتنقل عبر التلفزيون حينما حينما يكون اللقاء مثلا في شوارع بيروت مع اللبنانيين مع اللبنانيين الذين عاشوا ظروف حرية لم يكن العراقيون قد عاشوها ولذلك ولذا فإن العراقيين حينما يلتقون بهم في الشارع مستوى الحديث ومستوى البيان خصوصا عند كبار السن يكون ضعيفا جدا بالقياس لمستوى الحديث عند اللبنانيين السبب الظروف التي عاشها هؤلاء والظروف التي عاشها هؤلاء في الزمن الصدامي اللعين كان الناس يتعلمون فن السكوت يتعلمون أسرار صنعة الصمت كيف يكون صامتا كيف يكون ساكتا فحينما سنحت الفرصة للحديث لم يكون قادرين على أن يتحدث بالشكل المناسب بينما الجيل الذي ولد بعد 2003 حتى وإن لم يكون على ثقافة وعلى خبرة فإنهم يتحدثون بطلاقة عندكم التلفزيون وراقبوا وعندكم الإنترنت وراقبوا المسألة المسألة مسألة تنشئة ولذا فإن الآية دقيقة جدا وهذا هو قرآننا قرآننا دقيق جدا أَوَمَنْ يُنَشَّأُ تَنْشِئَةُ القضية ليست تكوينية القضية ليست خلقية القضية ليس الله هو الذي أوجدها الإنسان أوجدها الأعراف المجتمعات أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحلية المراد من الحلية الزينة المراد من الحلية الشأن النسائي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالأمور النسائية الخاصة فإذا ما نشأت المرأة بعيدا عن العلم وبعيدا عن الفكر وأنشأت في جو استهلاكي نسائي محض ستكون تافهة ستكون هذه المرأة تافهة حينما يكون الحال الأعم الأغلب في المجتمع هكذا فإن نساء ذلك المجتمع ستكون تافهة ويمر جيل وجيل وجيل فيصبح معروفا من أن المرأة تافهة وهذا هو الذي جرى والحال هو هو مع الرجال الرجال والنساء في أصل الخلقة في منزلة واحدة في أصل الفطرة في منزلة واحدة في الإمكانات الإدراكية والعقلية في منزلة واحدة إذا كان هناك من فوارق بايولوجية هذه الفوارق البيولوجية تكون محكومة بقوة العقل والإدراك وتأتي في سياق الوظيفة الحياتية لهذا الكائن أو لذاك الكائن فالآية هنا لا تتحدث عن حكم إلهي ولا تتحدث عن فكر قرآني إنما القرآن يعكس لنا الواقع الذي صنعه الإنسان وهذا هو الحال في تلكم الروايات إنه تقرير للواقع الذي صنعه الإنسان وليس باليد من قدرة على تغييره الآن ونحن ننظم هذا المجتمع ونصدر التشريعات فحينما ننظم المجتمع ونصدر التشريعات سنأخذ الواقع كما هو لكن القرآن مثل ما مرت الآيات لا يريد للمرأة أن تكون هكذا سأضرب لكم مثالين من الكتاب الكريم ولو كان المقام مقاما متسعا لحدثتكم بالكثير إذا ما ذهبنا إلى سورة النمل وإلى قصة بلقيس ملكة سبأ فبعد أن جاء الهدهد وأخبر سليمان النبي بما أخبره عن سبأ كتب كتابا إلى ملكة سبأ وأمر الهدهد أن يأخذ الكتاب إليها اذهب بكتابي هذا الآية الثامنة والعشرون بعد البسملة من سورة النمل وما بعدها اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون كيف تصرفت بلقيس قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم بلقيس لا تعلم من أن الهدهد يتجسس عليها يتحسس أمرها لكنها امرأة حكيمة امرأة منصفة صادقة مع نفسها وصادقة مع قومها مع أنها كانت كافرة لم تكن مؤمنة القرآن تحدث عنها وهي كافرة فإن الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة من السورة نفسها تخبرنا عن كفرها وجدتها الهدهد يقول لسليمان النبي وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون هذا هو حالها حالها الديني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ولكنها امرأة ذكية امرأة حكيمة امرأة منصفة امرأة صادقة مع نفسها ومع قومها فماذا قالت لهم قالت يا أيها الملأ إنها تتحدث مع مجلس الشورى إنها تتحدث مع المستشارين مع وزرائها يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم وهذا يكشف عن ذكائها ويكشف عن دقة نظرها فقد ميزت هذا الكتاب مع أنها ما رأت الرسول سقط الكتاب إليها لأن سليمان هكذا أمر الهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم كن مختفيا متجسسا عليهم فانظر ماذا يرجعون فهذا المجلس كان مجلسا خاصا بالملكة ووزرائها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمي قرأت الكتاب عليهم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري مع أنها هي أكثر دراية منهم لكنها حكيمة حكيمة تطلب الحل منهم في الآخر هم طلبوا الحل منها وهي التي شخصت لهم الموقف لأنهم يعرفون حكمتها ويعرفون درايتها قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون إنها تتحدث عن احترامها لهم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أول قوة وأول بأس شديد والأمر إليك الأمر إليك نحن نثق بقراراتك يا أيها الملكة والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين حين حينئذ تحدثت الملكة الحكيمة بالقيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديه فناظرة بما يرجع المرسلون حكيمة هذه الملكة ها هي تريد أن تتجسس على هذا الملك الذي أرسل كتابه إليها إلى آخر ما جاء في حكاية بلقيس والتي كلها حكمة وكلها دراية وكلها ذكاء وكلها نبوغ هذه مرأة كافرة هكذا تحدث القرآن عنها لماذا لأنها نشأت في بيئة ملكية وأبوها أعدها ملكة لليمن هذه هي الحكاية توفرت لها الظروف فصارت ملكة حكيمة كبار القوم رجال القوم سادة اليمن يجدونها أكثر حكمة منهم ولذا أوكلوا الأمر إليها حين قالوا نحن أول قوة وأول بأس شديد كل الإمكانات متوفرة عندنا إلا أن الأمر إليك فأنت الحكيمة والأمر إليك فانظري ماذا تأمري في سورة التوبة مر علينا أيضا في الآية الحادية والسبعين ماذا قرأنا في سورة التوبة في الآية الحادية والسبعين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ماذا يفعلون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله هذا شأن المؤمنين وشأن المؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم وإلا كيف يأمر وكيف ينهى وكيف تأمر وكيف تنهى المرأة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم ويحتاج إلى شعور بالمسؤولية الاجتماعية ويحتاج إلى مراقبة للواقع ويحتاج إلى قدرة في البيان ويحتاج إلى قدرة في المحاججة والمخاصمة أهو القرآن يحدثنا عن المؤمنين والمؤمنات على حد سواء فتلك بلقيس ملكة سبأ وماذا قال القرآن عنها وعن حكمتها وهنا الحديث عن المؤمنين والمؤمنات هذا هو شأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهناك في الآية ويطيعون الله ورسوله طاعة الله وطاعة الرسول قد تكون جهادا وقد تكون قيادة وقد تكون تعليما للآخرين وقد تكون تجارة صناعة زراعة الأمر يتساوى فيه المؤمنون والمؤمنات فحينما نعود إلى سورة الزخرف ونقرأ فيها أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هذا ما هو قول الله؟ هذا قول الواقع هذا قول المجتمع هذا قول التربية التي ربيت من خلالها تلك المرأة ولذا فإن الآية تتحدث عن التنشئة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام في بيان القول وهو في الخصام غير مبين المرأة لا تمتلك القدرة على البيان الواضح هذه التي تعيش في واقع كالذي تحدثت عنه الآية أما التي تنشأ في بيئة كالبيئة التي نشأت فيها ملكة سبأ بالقيس فإن الأمر سيكون مختلفا جدا حيث كانت ملكة سبأ أكثر حكمة من الرجال من سادة قومها والحال هو هو في المؤمنين والمؤمنات على حد سواء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يكون قادرا على الحديث وعلى الحديث الواضح وإلا كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يكون قادرا على المحاججة وعلى الخصومة وعلى بيان العيوب وإظهار الخطأ ولا بد أن يكون ممتلكا للأدلة والحجج والبراهين وإلا كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض على حد سواء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالقرآن هنا حين يتحدث عن المرأة بهذه الطريقة هذا ما هو قول الله هذا قول المجتمع هذا قول الواقع هذه نتيجة التنشعة الخاطئة أو من ينشأ في الحلية إذا كانت المرأة تنشأ بهذه الطريقة بطريقة الإنكباب على الشهوات النسائية بطريقة الإنكباب على الاستهلاك النسائي للمواد التي تحتاجها المرأة في شؤونها النسائية ولا تجد شيئا أهم من هذا تقضي ليلها ونهارها لأنها تعلمت ذلك من أمها وخالتها وأخواتها لكنها لو نشأت في بيئة تقدم لها المعرفة والثقافة والعلم قطعا سيتغير الموقف لا يكون هذا الأمر منطبقا على الجميع هناك من الناس من لا يرغب في التعلم هناك من الناس من لا يرغب في تحصيل المعرفة لكنني أتحدث عن القوانين أتحدث عن الحقائق الحقائق هي التي تقول من أن البيئة ومن أن التربية ومن أن التنشئة هي التي تترك أثرها على الرجال وعلى النساء على حد سواء فلذا حين يتحدث القرآن عن المرأة بهذه الطريقة هو لا يعرض الحقيقة القرآنية الكاملة إنما يتحدث بما هو الواقع المجتمعي الذي صنعه الإنسان وحينما تحدث عن ملكة سبا تحدث عن الواقع المجتمعي الذي صنعه الإنسان لتلك المرأة لكن حينما تحدث عن المؤمنين والمؤمنات فهذا هو الواقع الذي صنعه الدين لهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله هذا الواقع الذي صنعه محمد صلى الله عليه وآله له أتعلمون من أن الحيضة إنها العادة الشهرية للنساء كان أمرا يعد شيطانيا في الحضارات السابقة في الأمم السابقة وحينما تكون المرأة في وقت عادتها الشهرية كانوا يخرجونها من المدينة من القرية من منازل القبيلة وهناك من القبائل وهناك من الشعوب صنعوا بيتا بعيدا عن البيوت هذا للنساء التي في حالة الحيض فكانوا يعدون الحيضة حالة شيطانية وكانوا يعدون الحيضة لعنتان وكانوا يعدون الحيضة حالة حالة سحرية شيطانية إنها سحر شيطاني إنها لعنة إنها إنها وإنها القرآن وهو يتحدث عن الحيض ماذا قال عن الحيض في الآية الثانية والعشرين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو أذن جاء بتعبير علمي دقيق جدا يتحدث عن الحالة التي تمر بها المرأة في هذه الفترة الزمانية لم يقل من أن الحيضة مرض الحيض ما هو بمرض لم يقل من أن الحيضة لعنة مثل ما كانوا يقولون لم يقل من أن الحيضة نقص لم يقل لم يقل وإنما وصفه وصفا دليغا وعلميا دقيقا ويسألونك عن المحيض قل هو أذن حالة تكوينية لا بد أن تكون للمرأة وهو جزء من اكتمال خلقتها أمر يرتبط بالإنجاب أمر يرتبط بتهيئتي جهاز الإنجاب عند المرأة لأجل أن تنجب وهذا يجعلها تمر بحالة نفسية معينة وبحالة جسدية لها خصوصيتها فهل الحيض مرض الجواب كلا هل الحيض لعنة الجواب كلا هل الحيض حالة شيطانية من أن الشيطان يتلبس المرأة الجواب كلا هل هي حالة سحرية شيطانية سحر شيطاني الجواب كلا هل هو شؤم على الأسرة والعائلة الجواب كلا الحيض كما عبر القرآن تعبيرا دقيقا قل هو أذن هذه حالة تكوينية تمر على المرأة هكذا تعامل القرآن بهذا الذوق الرفيع مع أنه مع أنه نزل في بيئة أعرابية لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار الكثير من شؤونها نذهب إلى فاصل الآية الثانية بعد البسملة من سورة الفتح الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما بحسب تفسيرهم لقرآنهم فإن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي أمير المؤمنين يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي وغفرها كما يقول الناس ألف عين لأجل عين تكرم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما المغفرة هنا على حد سواء للرجال والنساء فحينما تكون المغفرة على حد سواء للرجال والنساء هذا يعني أنه لا يوجد فارق بين الرجال والنساء في كل المراحل في مرحلة التكوين قبل الخلق وفي مرحلة الخلق وفي مرحلة الولادة وما بعد الولادة وفي كل الخطابات القرآنية المنزلة واحدة لا يوجد تفريق هنا في المغفرة المحمدية النبوية الإلهية لا يوجد تفريق المغفرة واصلة للرجال والنساء على حد سواء وفي الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة من سورة الفتح هم الذين كفروا من هم قريش هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم 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 معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليمة ولولا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم على حد سواء هل هناك من تفريق بين الرجال والنساء هنا تلاحظون أن القرآن تحدث عن هذا الموضوع في كل الظروف في كل الحالات في حالات الحرب في حالات السلم في حالات الغناء في حالات الفقر حتى في هذه الحالة السياسية المعقدة إنها أجواء الحديبية سورة الفتح تتحدث عن أجواء الحديبية حتى في الحالات الاستثنائية حينما يتحدث القرآن يساوي بين الرجال والنساء في حديثه وكلامه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات هذا هو منطق القرآن من أوله إلى آخره لو كنت أمتلك وقتا كافيا لقرأت لكم من القرآن الكثير والكثير من آياته التي تتناول هذا الموضوع وإذا ما ذهبنا إلى سورة الحجرات وإلى الآية العاشرة بعد البسملة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون هذه الآية لا تتحدث عن الرجال ولا تتحدث عن النساء وإنما تتحدث عن أمر مهم وهو الإصلاح والإصلاح ليس مختصا بالرجال وليس مختصا بالنساء إنما المؤمنون إخوة هذه قاعدة قرآنية قانون قرآني هذه الأخوة منعقدة بين الرجال أنفسهم وبين النساء أنفسهم وبين الرجال والنساء والأخوة هذه تشير إلى وحدة المنزلة تشير إلى التساوي في المرتبة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الآية التي بعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم القوم هنا يراد منهم الرجال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم إلى آخر ما جاء في الآية هل هناك من تفريق في الآية في هذا الحكم فيما بين الرجال والنساء والأمر هو هو إذا أردنا أن نقرأ بقية الآية ولا تلمز أنفسكم هذا أمر متوجه للرجال والنساء على حد سواء ولا تنابز بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون هذا الخطاب كله للرجال والنساء على حد سواء أما الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة الحجرات فقد مرت علينا وهي الآية المؤسسة لحقيقة المساواة في المنزلة والمرتبة فيما بين الرجال والنساء يا أيها الناس الناس رجال ونساء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه قوانين الله مر الكلام عن الآية في الحلقات المتقدمة فلا أريد إعادته الآية واضحة واضحة جدا تخاطب الرجال والنساء على حد سواء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى المرتبة الخلقية واحدة والخطاب واحد الخطاب واحد لماذا لأن المرتبة الخلقية واحدة إن كان الحديث عن خلق الأجساد أو كان الحديث عن خلق الأرواح إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا يوجد فارق بين رجل ورجل ولا يوجد فارق بين امرأة وامرأة ولا يوجد فارق بين رجل وامرأة القانون هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم الفوارق هنا الفوارق فيما ينتجه الإنسان ما ينتجه الرجل ما تنتجه المرأة الفوارق لا في الخلقة ولا في المنزلة عند الله ولا في العلاقة مع الله ولا في العلاقة مع محمد وآل محمد ولا في أي شيء من هذا في كل تلك المراحل وتحت كل العناوين المنزلة واحدة الفارق هنا فيما ينتجه الرجل فيما تنتجه المرأة وماذا نقرأ في سورة النجم إنها الآية التاسعة والثلاثون بعد البسملة وما بعدها من الآيات إلى الآية السابعة والأربعين بعد البسملة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا الإنسان هل هو الرجل ستأتي الآيات وتقول كلا الإنسان هذا قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى الآيات هي التي تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى هذا هو الذي تحدثت عنه سورة الحجرات من أن أكرم الخلق وأقرب الخلق إلى الله أتقاهم ما ينتجه الرجل ما تنتجه المرأة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى على حد سواء للرجال والنساء وأنه هو أضحك وأبكى للرجال والنساء وأنه هو أمات وأحيا للرجال والنساء وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة من نطفة إذا تمنى النطفة هي هي قد تكون ذكرا وقد تكون أنثى ولا يوجد فارق هناك وأن عليه النشأة الأخرى النشأة الأخرى أيضا هي هي تكون المنازل واحدة لأن النشأة الأخرى تترتب على النشأة الأولى هذه الآيات بحاجة إلى أن يقف قارئ القرآن عندها طويلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذه الآية تكفينا تكفي الإنسان في كل شيء بغض النظر عن الحديث عن الذكور والإناث وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا ينطبق على الدنيا ينطبق على الآخرة هذا ينطبق على الملوك وينطبق على الرعية هذا ينطبق على الأنبياء وينطبق على أتباعهم هذا ينطبق على العيش في عالم المادة وعلى العيش في عالم الروح وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ينطبق على المؤمن والكافر ينطبق على الكبير والصغير ينطبق على الساعي في خدمة الدين وعلى الساعي في خدمة الدنيا إنها حقيقة الإنسان وحقيقة ما ينتجه الإنسان إنها حقيقة ثمار الحياة إن كان للحياة من ثمار وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا كل هذا كل هذا يتجلى في هذه الآية وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى إلى آخر ما جاء في آيات سورة النجم ومن سورة النجم إلى سورة الحديث الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة والتي بعدها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم هل هناك من تفريق بين الرجال والنساء يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ماذا يجري يسعى نورهم على حد سواء بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم البشرة للمؤمنين وللمؤمنات للذكور وللإناث على حد سواء بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم الآية التي بعدها يوم يقول المنافقون والمنافقات على حد سواء الذكور والإناث لا يوجد تفريق لا يوجد تفريق بين الذكور والإناث أكانوا على الإيمان أم كانوا على الكفر والنفاق وإنما التفريق في عاقبة الأمر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ما ينتجه الإنسان بما هو إنسان أكان ذكرا أم كان أنثى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم مساواة مطلقة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا للذكور والإناث على حد سواء من الذكور والإناث على حد سواء يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا يا أيها الرجال ويا أيتها النساء انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب هذه الآيات آيات عظيمة جدا لا أتحدث عن موضوع المساوات بين الذكور والإناث وإنما تتحدث عن القيامة وما يجري هناك وما يجري هناك مصيرنا ليس هنا عقبتنا ليس هنا عقبتنا الحقيقية هناك غبي هذا الإنسان حينما يتصور أن كل شيء هنا غبي هذا الإنسان الغفلة هي التي تصنع الغباء عندنا غبي هذا الإنسان المصير هناك وليس هنا من غبي هذا الإنسان من غبي هذا الإنسان نتصور أن كل الأمر هنا نحن بالضبط كالمسافر وهو في حالة حالة ترانزيت في المطار حينما نكون في حالة ترانزيت في المطار بانتظار الطائرة القادمة التي تقلنا إلى الجهة التي نقصدها قد تطول هذه الفترة ربما إلى يوم إلى يومين وقد تقصر إلى ساعة أو ساعتين الأمر هو هو إننا راحلون عن هذا المكان أكانت المدة في ساعتين أو كانت المدة في يومين إننا راحلون عن هذا المكان ودنيانا هكذا راحلون عنها راحلون عنها أوصل العمر إلى التسعين أم وصل العمر إلى الأربعين راحلون عن هذه الدنيا على أي حال أعود إلى أصل الموضوع إلى موضوعنا في الحلقة إلى المساواة بين الرجال والنساء يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم يقول المنافقون والمنافقات حالة التساوي قائمة إن كان الحديث عن أهل الإيمان أو كان الحديث عن أهل النفاق ونقرأ في سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هل تستشعرون فارقا في الآية بين الرجال والنساء هو الذي بعث في الأميين من رجالهم ومن نسائهم على حد سواء رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلوها على الرجال والنساء على حد سواء ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل رجالا ونساء لفي ضلال مبين والآية التي بعدها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم للأجيال القادمة من الرجال والنساء على حد سواء وآخرين منهم لما يلحقوا بهم هذه الأجيال القادمة وهو العزيز الحكيم هذا هو قرآننا وهذا هو محمدنا صلى الله عليه وآله في سورة التحريم اللقطة واضحة واضحة جدا في سورة التحريم إنها الآية العاشرة بعد البسملة دققوا النظر معي ضرب الله مثلا هذا المثل لمن ضرب للذين كفروا الذين كفروا من الرجال ومن النساء على حد سواء ضرب الله مثلا للذين كفروا ما هو مثلهم امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلي هذا المثل ضرب للذين كفروا الذين كفروا من الرجال والنساء المثل يتجلى في امرأتين في امرأة نوح وامرأة لوط لو لم يكن هناك من تساوين بين الرجال والنساء لما ضرب الله مثلا بالنساء للرجال والنساء معا لضرب الله مثلا بالنساء للنساء فقط ولجاءنا برجل كي يكون مثلا للرجال هذا في اجواء الذين كفروا وفي السورة نفسها فيما بقي من آياتها وضرب الله مثلا للذين آمنوا للذين آمنوا من الرجال والنساء وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إنها آسية من تمزاح إذ قالت رببني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين لو لم يكن الرجال والنساء بمنزلة واحدة لما ضرب الله مثلا بامرأة للرجال والنساء على حد سواء لكانت مثلا للنساء وجيء برجل كي يكون مثلا للرجال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتي أيضا ضرب الله بها مثلا للذين آمنوا لا يوجد رجل في البين ضرب مثلا الأمثلة هنا نسائية ضرب الله مثلا للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط للرجال والنساء على حد سواء وضرب الله مثلا للذين آمنوا بزوجة فرعون آسية وبمريم أم عيسى ولم يضرب مثلا برجل أتعلمون أن القرآن من أوله إلى آخره لم يضرب فيه مثل برجل للذين آمنوا من الرجال والنساء عموما إلا في حالة خاصة لبني إسرائيل لعامة المؤمنين ليس هناك من مثل ذكوري الأمثلة أنثوية نسائية في سورة الزخرف في الآية السابعة والخمسين بعد البسملة وما بعدها ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد عيسى ابن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل هذه الحالة الوحيدة في الكتاب الكريم أن الله جعل رجلا مثلا ولكن ليس لعامة المؤمنين من الرجال والنساء لبني إسرائيل فقط إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل هذه حالة خاصة الحالة العامة التي يتوجه الكلام فيها إلى كل الذين آمنوا من الرجال والنساء ما جاء في سورة التحريم فإن الله جعل امرأة نوح وامرأة لوط مثلا للذين كفروا من الرجال والنساء على حد سواء وجعل زوجة فرعون آسية ومريم ابنة عمران مثلا للذين آمنوا من الرجال والنساء على حد سواء فأين التنقيص والتوهين في قرآننا وإين التنقيص والتوهين للنساء في منطق ديننا هذه ثقافتنا القرآنية الواضحة الصريحة هذا هو قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وماذا نقرأ في سورة القيامة الآية السادسة والثلاثون بعد البسملة وما بعدها أيحسب الإنسان أن يترك سدى فطرة الإنسان لا تقول بهذا لن يترك الإنسان سدى هذا الذي يقول من أن الإنسان يترك سدى مثل ما قال سارتر قال الوجوديون هؤلاء يضحكون على أنفسهم وحينما نبحث في تفاصيل حياتهم إنهم يقرون بهذه الحقيقة وإن كانوا يكابرون بألسنتهم وأعتقد أنني حدثتكم عن جانب من تفاصيل حياتهم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى هذا هو أصلنا وهذا هو فرعنا ويتساوى الرجال والنساء في الأصول وفي الفروع الأهيات صريحة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى هذا هو أصلنا ويتساوى الرجال والنساء في هذا الأصل ثم كان علقة ونتساوى أيضا في هذه المرحلة إنها قطعة دم متخثر متجمد ثم كان علقة فخلق فسوى وتساوى الرجال والنساء في الخلق وفي التسوية ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى على حد سوى على حد سوى تلاحظون أن الثنائية هذه أتحدث عن ثنائية الذكر والأنثى تمتد على طول القرآن وفي سورة الليل إنها الآية الثالثة بعد البسملة وتبدأ السورة هكذا والليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى على حد سوى إن سعيكم لشتى الاختلاف والتشتت في السعي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى تختلف المنازل والدرجات بسبب ما ينتجه الرجال بسبب ما تنتجه النساء والقاعدة من أن الأكرم هو الأتقى هكذا يقول القرآن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إلى آخر سورة من سور القرآن إنني بدأت حديثي معكم في الحلقة الماضية من سورة الفاتحة وها قد وصلنا إلى سورة الناس إنها آخر سورة في القرآن هذه سورة الناس الناس منهم الرجال والنساء على حد سواه قل أعوذ برب الناس إنه رب الرجال والنساء على حد سواه ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ما قال القرآن قل أعوذ برب الرجال برب النساء برب الذكور برب الإناث هو ربهم جميعا لكن القرآن ختم آياته وختم سوره بالحديث عن الناس وقد ركزه وكرره كلمة الناس تتردد في هذه السورة خمس مرات تأكيد بعد تأكيد وتأكيد بعد تأكيد فهذا هو قرآننا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس يخاطب الرجال والنساء على حد سواه نذهب إلى فاصل ما حدثتكم عنه هو منطق الحقائق ربما يقول قائل من أنني أعاني الأمرين من زوجتي وربما تقول قائلة من أنني أعاني الأمرين من زوجي أنا لا أتحدث هنا عن المشاكل الزوجية لا أتحدث عن مشاكل البيوت إنني أعرض الحقائق هذا هو الذي قاله الله وهذا هو الذي يبتني عليه دين محمد وآل محمد صلوات الله عليه ما حدثتكم بالروايات والأحاديث إنني حدثتكم بالقرآن كي يكون الكلام صريحا وواضحا وقويا وجليا ولا مجال للتشكيك فيه وإلا فإن الأحاديث والروايات هي الأخرى تصب في نفس هذا المجرى لكن الأحاديث والروايات يشكك فيها المشككون ولذا جعلت حديثي محصورا في جولة بين سور القرآن بين آيات الكتاب الكريم إنه حديث الحقائق فأنا لا أتحدث هنا بحديث المشاكل الأسرية المشاكل الأسرية مردها إلى التربية المجتمعية التربية المجتمعية هي التي تنتج الرجال والنساء على حد سواه هناك عيوب في الرجال وهناك عيوب في النساء القول من أن العيوب في النساء فقط هذا قول الرجال والقول من أن العيوب في الرجال هذا قول النساء العيوب موجودة في الرجال وفي النساء وهذه العيوب منشأها الواقع الاجتماعي الواقع التربوي ما تتحدث الآيات عنه تتحدث عن حالة مثالية لا وجود لها على أرض الواقع لكننا في مقام التنظير في مقام التأسيس فما تحدث عنه في هذه الحلقة أو في الحلقات التي قبلها بخصوص هذا الموضوع هذا تنظير هذا تأسيس هذا بيان للقواعد وللحكمة التي يتحدث القرآن عنها الواقع العملي في الحياة له صورة أخرى والعيوب في الرجال والعيوب في النساء هناك رجال لا تستطيع المرأة أن تعيش معهم وهناك نساء لا يستطيع الرجل أن يعيش معهم هذا واقع نحن نتلمسه يميناً والشمالاً وفي كل بقاع الأرض هذه أمور أخرى إذا أردنا أن نتحدث عنها فإننا سنتحدث في الاتجاه الذي يناسبها على سبيل المثال هناك أمراض عند الرجال تشكل كابوساً مرعباً بالنسبة للنساء مرض الشك في عفة الزوجة كثير من الرجال يصابون بهذا المرض هذا مرض مدمر للأسرة حينما يصاب الزوج بمرض الشك في عفة الزوجة حتى لو صارت عجوزاً إذا كانت قد بقيت معه تحملته وبقيت معه حتى وهي عجوز يشك فيها مرض مقرف هذا هذا العيب في الرجل من شأه التربية المجتمعية الحالة الوراثية والحالة الوراثية لم يكن الله هو الذي أنشأها في أسرته في أسرة الزوج في أبيه في أمه في جده في جدته وإنما التربية المجتمعية تنشئ هذه الحالة فإذا ما استمرت وترسخت في النفوس ستتحول إلى مادة موروثة البخل والشح عند الرجال قطعا عند بعضهم هذه نقمة حينما يكون الزوج بخيلا حينما يكون رب الأسرة شحيحا هذه نقمة على الأسرة وقد يصهل الحال أن الأسرة تتمنى موته تتمنى أن تتخلص منه بأي طريقة حكايات غريبة في واقع الحياة عن بخل الرجال وشحهم أمراض كثيرة أمراض كثيرة الإهمال واللا مبالات هناك رجال يعيشون حالة الإهمال بخصوص أسرهم وعوائلهم بخصوص زوجاتهم بخصوص أطفالهم بخصوص شؤون بيوتهم وهذه حالة مدمرة للأسرة والمرأة كذلك هناك من النساء من هي مهوسة بالإسراف تشتري كل شيء الذي ينفعها والذي لا ينفعها للمطعم للمشرب للملبس لها للبيت لأطفالها إسراف إسراف في كل شيء هناك نساء يسرفن في كل شيء وهذا تدمير للأسرة وهناك وهناك نسوة يصنعنا المشاكل يبحثنا عن أي شيء لصناعة مشكلة إن لم يكن سبب متوفر بين يديها تذهب نبشا في الماضي من أن زوجها قال لها في المرة الفلانية حينما ذهبوا إلى البيت الفلاني أو سافروا إلى البلد الفلاني تعود نبشا في كلمات قديمة لأنها لم تكن قد حصلت على شيء مناسب الآن مهووسة بصناعة المشاكل هذه التي يصفها الرجال بأنها نكدية هذا شيء موجود على أرض الواقع وهناك في النساء من تحقر إحسان زوجها إليها تستصغر ما يقدمه زوجها إليها من إحسان من جميل وفي لحظة تنكر كل شيء تنكر الجميل كله هناك نساء حالهن هذا الحال وهناك حالة مشتركة بين الأزواج والزوجات الفوضى الفوضى وعدم النظافة فهناك رجال هذا هو حالهم وهناك نساء هذا هو حالهم عدم عدم النظافة في الملبس في كل شيء في كل شيء إنها إنها الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم من الجسم إنها الفوضى الفوضى في كل جزء من أجزاء البيت هذه الحالة موجودة عند بعض الرجال وموجودة عند بعض النساء الفوضى وعدم النظافة حينما كنت أتحدث عن آيات القرآن إنني لا أتحدث عن هذه المضامين هذه المضامين اجتماعية هذا باب آخر حينما كنت أتحدث عن آيات القرآن إنني أتحدث عن الأسس أتحدث عن القواعد الفكرية القرآنية أتحدث عن المباني التي يبنى عليها ديننا أتحدث عن منطق محمد وآل محمد الأصيل أتحدث عن جمال أخلاق الله أتحدث عن البلاد البرنامج الذي رسمه الله في القرآن لخلقه فماذا نصنع لأنفسنا ونحن خائبون رجالا ونساء هذه مشكلتنا كنت أتحدث في الحلقتين الماضيتين تحت هذا العنوان ماذا يقول القرآن للجندر فذكرت جانبا من مقالة القرآن للجندر هذا خطاب التأسيس وخطاب المباني وخطاب التقعيد وخطاب التأصيل وخطاب التحقيق هذا خطاب القرآن الأصيل أما واقعنا السيء تلك هي مشكلتنا ومشكلة آبائنا وأجدادنا مشكلة مجتمعنا الذي نشأ نشأة خاطئة وخرجنا نحن نحمل العيوب والأخطاء من الرجال والنساء على حد سواء إذا أردنا أن نعمل بقرآننا وأن نعمل بدين العترة الطاهرة علينا أن نصفر أن نصفر كل شيء وأن نبدأ ليس من الصفر من تحت الصفر علينا أن نصفر وبعد ذلك نبدأ من تحت الصفر لكن هذا لن يكون هذا كلام نظري هذه أحلام هذه أوهام الواقع السيء سيبقى على حاله بل سيزداد سوءا هذه هي الحقيقة المشكلة ليست في القرآن المشكلة ليست في الدين المشكلة ليست في محمد وآل محمد المشكلة ليست في الله المشكلة فينا المشكلة فينا المشكلة فينا هذه المشكلة في جانبها الدين صنعتها المؤسسة الدينية هذا المذهب الطوسي القذر أتحدث عن الواقع الشيعي مذهب مراجع النجف وكربلاء هو الذي فعل فينا ما فعل والأمر هو عند السنة دين الصحابة هو الذي فعل فيهم ما فعل دين البدو دين الأعراب والأباعر هو الذي فعل فيهم ما فعل وها هو الشيطان يجدد لنا دينا جديدا إنه دين الجندار هنيئا لنا بهذا الدين الجديد أعتقد أن الصورة باتت واضحة أتحدث عن منطق القرآن وهو يخاطب الجندار ماذا يقول القرآن للجندار لقد قال القرآن قولته للجندار عبر الحلقة الماضية وهذه الحلقة وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا في حلقة جديدة وعنوان جديد سألكم دعاء جميعا في أمان الله